أخبرتهم أن الشنغريحة أخذ معي قطعتين الأولى في دال إبراهيم والثانية في القبة لذلك أنا عرفته وأنه أيضاً خذاف العاصمة وكذلك اللواء ثامنية أخذ قطعتين أرضيتين وكذلك اللواء بن بيشة وكذلك اللواء عورة صالح وكذلك اللواء العرابة وكذلك راشدي وغيرهم كلهم من الشرق ولكن لسوء الحظ لا حياة لمن تلادي أخبرتهم أن الشنغريحة يملك 12 فيلا أن الشنغريحة يملك 12 فيلا وأن له فيلا في وهران منحها له الوالي زعلان الذي عمل معه في بشار وبدأ تحويله إلى وهران أعطاه قطعة أرض كبيرة وتم بنائها بعشرة مليار سنتيم من أموال مؤسسة بابعلي مؤسسة البناء ببابعلي هاي 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 المؤسسة وشبنات واشبنات فيلات وبيوت وحوانت للجنرالات والعقداء من أموال الجنود ومن أموال الضباط وصف الضباط الصغار من أموال الجيش من أموال شعب هذه المؤسسة وحدها نعار ليكشف تاريخها كارثي بكل المقيس إذن تم بنائها بعشرة مليار سنتيم من أموال مؤسسة بابعلي وأعطاه المبلغ هنا يذكر جنرال كنا نظنه جيد لكن هنا يذكره وأعطاه المبلغ الجنرال تاج الجنرال تاج كما تعرفون كان سجنه لقيد صالح وأطلق سرحه قبل حوالي سنة وهو يطلب فيها الآن أو يريد فيها الكلمة مش واضحة ربعين مليون أورو أي ألفين مليار سنتيم أن هذه البناء هذا يطلب فيه ربعين مليون أورو وجوابهم هو أن العدالة يعني لما قال لهم علاش ما تحقوش مع شنجريحة وجوابهم أن العدالة ضد سكان الغرب والقبائل وأصحاب الشرق سيرفع عنهم القلم أخبرتهم عن بيشا الذي بنى ذيلته في بدال إبراهيم من أموال ثكنة عمارة بدال إبراهيم حيث قام بتحويل حيث قام بن بيشا بتحويل أحد أقارب من ولاية باتنا كقائد لهذه الثكنة أخبرتهم كقائد لهذه الثكنة المختصة في البناء وكان الثكنة تمده بوسائل البناء كما أنه قام بحماية زميله حمزة رئيس بلدية دال إبراهيم من قضايا فساد بالتنازل لصالحه عند العدالة أو بالتدخل لصالحه عند العدالة وقام بحماية رئيس البلدية حمزة في بناء ثلاث فيلات بدون رخصة بناء خلف قاعة الحفلات بالقرب من ملعب الجولف بدال إبراهيم ورغم أن الشرطة فتحت ملف إلا أن بن بيشا تدخل عبر رشوتهم بالبطاقات الصفراء للخدمة الوطنية إن احتاجوا لأقاربهم الكارت جون لتتمد وفق مصالح عبر بطاقات رشوتهم بالبطاقات الصفراء للخدمة الوطنية إن احتاجوا لأقاربهم وذويهم واتصل برئيس أمن دائرة الشراجة جمهوري للملمة الموضوع اللواء بن بيشا متورد في داع 500 بطاقة صفراء للخدمة الوطنية في بيع 500 بطاقة صفراء للخدمة الوطنية بـ 50 مليون للبطاقة وابنه عادل هو مدير التسويق مع بعض الوسطاء اشتركوا في القناة